من قطر إلى صحيفة هارتسل الإسرائيلية نقرأ هذا العنوان إسرائيل تزحف نحو أساحة السورية مقال الخبير الإسرائيلي تسيفي بيريل حيث قالت صحيفة أن إسرائيل باتت طرفا رئيسيا في الحرب على سوريا الآن وأضافت صحيفة أن إسرائيل ورغم تبنيها منذ بداية الحرب في سوريا موقفا قاطعا بعدم التدخل بأي صورة من الصور في تلك الحرب باستثناء مهاجمة مخازن سلاح أو شحنات سلاح موجهة إلى حزب الله تجد نفسها تزحف إلى داخل الساحة السورية ليس فقط بصورة تكتكية تهدف إلى المحافظة على العلاقات وجمع المعلومات الاستخباراتية بشأن ما يحدث في الجبهة السورية من الحدود الشمالية ولفتت إلى أن تعاون إسرائيل في عمليات التنسيق العملائي التي تجرى في الأردن والحوار العسكري الذي تجريه مع روسيا والتعهدات التي تطالب بها كل من روسيا والولايات المتحدة على حد سواء لمنع دخول القوات الإيرانية إلى منطقة الحدود حوالها إلى شركة في عمليات اتخاذ القرار الاستراتيجي في هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر